من الألعاب العظيمة العبقرية وطبعاً كان جيه وقت زمان الناس عندها هوس بأبطال اللعبة دي وكانوا دايماً الأبطال بيجوا من الاتحاد السوفيتي وكان فيه شوية في انجلترا أظن كان فيه حاجة بوبي فاشر أو حاجة يعني كان فيه حاجة اسمي كده ولكن طبعاً كان كرفوف وكاسباروف كان هو ده الأبطال بتوع زمان إنما إحنا عندنا عقل جميل جوي روماني بطلة عظيمة بطولات دولية وألقاب عالمية إزاك جوي؟ أهو سلام بحضرتك الحمد لله إيه المداليات اللي خدتيها؟ أنا الحمد لله من أول ما بدأت وأنا في طريقي بيغض مدالية ورمدالية ورمدالية أهم المداليات اللي خدتها هي مداليات بطولة أفريقيا تحت 12 ومدالية فضية تحت 10 ومارتين زهبية تحت 18 وأنا في 13 و14 سنة منتخب مصر منتخب مصر طب أنا عايز أعرف سيما عنديش معلومات هو منتخب ده بيبقى ولاد وبنات ولا بنات بس؟ لا أه ستة ولاد وستة بنات ده منتخب مصر أه بس أنت بتلعبي بنت ما تلعبيش ولد بلعب بنت في فئات أعلى من عمري هي متقسمة فئات أنا الكابتن بتاعي لما لأ أن أنا مستوى متطور أو يعني الفئة بتاعتي طلعني أعلى فئة وإنت بتقيت الشطرنجة إمتى؟ خمس سنين خمس سنين تلعب الشطرنج؟ خمس سنين كان في حد في البيت بيحب ولا؟ آه بابايا أنا كأي طفل صغير بيشوف بابايا بيلعب فبيبقى عايز يعمل زيه فأنا كان بابايا بيقعد يلعب كتير فأنا كنت بحب أقعد أعمل زيه بابايا بقى لما كان بيبدأ يوريني ديت بتاع عامل كده لأن أنا عندي يعني أدرأ أفهم بسرعة وأدرأ أدرك بسرعة والحاجة اللي بقولي عليها مرة ما بتتكررش يعني خلاص أنا فهمت وعرفت مش محتاجي عيدها تاني من مرة وأنا خمس سنين طب إمتى بتعرف أن أنت يعني أستاذة يعني وبتغلب أبوكي بقى كده؟ آه بس أألك أول ما كملت سبع سنين من الضبط بابا اشتراك لي في بطولة الجمهورية وما كانتش داخل مش متوقع أي نتيجة خالص فأنا خدت البطولة دي تسعة من تسعة بعلمة كاملة كسبت التسعة ماتشات كل الماتشات مخسرت شوال ماتش فوقتها بابا بقى أدرك لأن هنا أنا كده ببني مشروع بطلة بدأ بقى يبدأ في مدربين وأسفرت أفريقيا بعدها طب وإيه لقب أستاذة دولية ده يعني ده أنا كنت 13 سنة وزي ما قلت لحضرتك أن الكابتن بتاعي لعبني في أعلى فئة في أفريقيا أعلى فئة في أفريقيا بتدي اللقب أستاذة دولية Women International Master إيه الأستاذة دولية دي يعني بإيه الميزال في الشاترانج فيه أربع ألقاب CM, FM, IM وGM أعلى لقب GM أبليه بخطوة IM لأنا وقت ده Women International Master اللقب ده ده ينتب بطل أفريقيا في أعلى فئة لها يعني طب وGM ده بيبقى إيه بطل أفريقيا سيدات إنما أنت